بش نعملوا توا مع بعضنا أول لعبة لعبة هذية فاريق العمر بش نختاروا فيها الأفضل بالنسبة لي كنتي ونعملوا تشكيلة المثالية تشكيلة اللي تبدأ فيها مرتاح على الأخر أوكي تشكيلة العمر مع عمر جمال نبدو مع حارس المرمى حارس المرمى يظل تشكيلة متاعي ما نجمش يكون فيها حارس مرمى غير بلبولي اللي هو من أكثر نيس اللي عونتني معنى في الكورة بالحق ظاهر أيمن ووجديك شريدة ظاهر أيسر لعبت مع عزوز بهين الحقيقة لعبت مع غازي عبدالرزاق وعلي معلول لكن بحكم بش نختار واحد لعبت مع أكثر معنى لعبت معهم كنا ربع سنين خمسة سنين اللي هو غازي عبدالرزاق ظاهر أيسر مدفع أيمن كيف كيف لعبت مع سيف غزيل لعبت مع بوغتاس لعبت مع حجي لكن زادة كيف كيف أكثر واحد عاوني وأكثر واحد نرتاح معه هو سيف غزيل مدفع أيسر هذه بعد مسيرته الكبيرة أيمن عبدالنور مدفع أيسر هناك قاعد تختار في الناس اللي مقرب منك على الأخر اللي سميتهم الكل ما فم حتى واحد قريب مني غير بلبولي وشوية غازي عبدالرزاق وقاعد التشكيلة متاعك تلون فيها برشة بليتوالة ليه غازي يلعب في الكلوب أما هو دليتوال أي يلعب في نادي الأفريقي دليتوال عادي أن där دوم الناشت لعبته معهم بليتو ونعرفهم عن absolutely سنوضع قد يطع ل Government لـ May ومن الصدفة انه يتعرفهم اللي مبلتوال الب對對 عادي نحط لك عادي made like 13 العابت مع الناس فوال اوكي بنعمر لعبته مع الفرجاني وبنعمر كيف كيف فرجاني ملعبى كبير برشة لكن بنعمر بحكم اللعبته مع برشة وسط جنح أيمن يوسف المساكن وسط جنح أيسر ياسين شيخاوي ثانع الألعاب كيف كيف ما نجمش منحطش لوكاس بودولسكي اللي هو العبت معه في كولن ملاعب كبير ملاعب عالمي في أي في أي وقت ينجم يمركي لك بونت ويقلب لك ماتش ينجم يجيب لك مقابلة لذلك نختار لوكاس بودولسكي مهاجم أكيد بشيكون الشرميتي الشرميتي في تومكو خطرته تعب شوية الشرميتي في تومكو راس حربة بغداد بونجاح هذي تشكيلتك المثالية هذي تشكيلتك المثالية لو نجي بينهم مدرب والله يشوف مدرب ترينيت عند برشة ناس باهين لكن خليني نقولوا نجيب فوزي البنزارتي ونجيب سامي تربلتي نزوز مدربين نزيد معهم سيفات حجبيل باش تولي كاكا تولي جامعية ويقفة مليحة